قال البيت الأبيض إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيدعم القوة البرية متعددة الطوائف في العراق في جهودها لاستعادة مدينة الرمادي من أيدي تنظيم داعش من جانبه جدد رئيس الأمريكي باراك أوباما التزام بلاده بمساندة حكومة العراق كما رحب بقرار مجلس الوزراء العراقي حول الإسراع في تدريب وتجهيز العشائر وتوسيع عملية التجنيد في الجيش العراقي انتكاسة لكنها لن تغير في استراتيجية الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة هكذا وصف بيان للبيت الأبيض سقوط مدينة الرمادي العراقية بأيدي تنظيم داعش وتراجع الجيش العراقي البيان ذكر أيضا أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن سيدعم القوات البرية في العراق في جهودها لاستعادة المدينة أما الرئيس الأمريكي فرحب بقرار مجلس الوزراء العراقي حول الإسراع في تدريب وتجهيز العشائر بالتنصيق مع السلطات في الأنبار ها هو الموقف الأمريكي الذي كان هو الأبرز في يوم جديد في حرب العراق بعد سيطرة داعش على الرمادي وبالفعل شن طيران التحالف الدولي أربع عشرة ضربة جوية ضد أهداف داعش في ثلاث محافظات عراقية نجحت في تدمير مركبات وحفار قرب مدينة الرمادي وتنفيذ عشر ضربات أخرى في مناطق قرب سنجار والفلوجة وبلدات أخرى مسألة أيام قليلة وتحرر الرمادي هكذا قال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة في بغداد وبالفعل قوات الأمن العراقية نشرت دبابات ومدفعيات حول مدينة الرمادي بعدما أصبحت شوارع الرمادي كما نرى بأعلام تنظيم داعش المرفوعة استنجد رئيس الوزراء العراقي حضر العبادي بمسلح الحجد الشعبي للأغلبية الشيعية والمتهم بولائه لإيران أكثر من ولائه لبغداد لمشاركة القوات في استعادة المحافظة والتعويل الآن بات على الحجد الشعبي الذي لم يتردد وأعلن التعبئة العامة ووصول نحو ثلاثة ألاف من المقاتلين إلى قاعدة الحبانية في حالة تأهب لأي هجوم الشرطة العراقية قالت إن مقاتل العشائر أحبطوا هجوماً لمسلح نظيم الدولة شرق الرمادي سقوط المدينة بات الآن هو أكبر هزيمة للجيش العراقي وحليفه الولايات المتحدة ليتسلل شعور المهانة للشعب العراقي فأكثر من 25 ألف عراقي هربوا من الرمادي هربوا لينقوا بأنفسهم من قبضة داعش هربوا في انتظار مصيرهم ومصير العراق أيا عبد العزيز النهار اليوم